أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطائرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أمين يا رب العالمين نكمل ما وصلنا إليه من كتاب التوحيد من نفائس الكاف الشريف نفي أن الله جسم عن علي بن أبي حمزة الحديث الثالث والستون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه فقال عليه السلام سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد من فوائد هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم كسائر الأشياء كل ما أخلى الله هو جسم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لأن الجسم محتاج وكل محتاج ممكن أي المحتاج والاحتياج من صفات غير الخالق من صفات الممكنات وليس واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى طبعا هذا مبحث مفصل يبحث في كتب العقائد وقد شرحه هو أجاد في شرح الباب الحادي عشر فيراجح هناك فهنا نفي للجسمية عن الله سبحانه وتعالى بأنه ليس بجسم نحن أجسام أي لنا أطول وعرض وعمق هذه هي الأجسام أما الله سبحانه وتعالى هو خالق الأجسام هو خالق كل شيء فلا يمكن أن يوصف بصفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء أي لا يوجد شيء يشبهه مثله نظير له وأشار الإمام في هذا الحديث إلى نقطة مهنة هذه هي الفائدة الثانية أن معرفة الله سبحانه وتعالى أي معرفة ذاته ذاته تعالى مختصة به أي لا يعلم ذات الله إلا الله فقط لا يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته المعرفة التي اختص بها نفسه سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه هذه النقطة الثانية أما النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يحد بحدود لا هناك أمام يحده ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا عمق وما شابه ذلك من صفات غير الله سبحانه وتعالى ولا يحث بالحواس الخمس ليس هو كالأشياء له صوت ولا يجس ليس هو شيء مادي يمكن لمسه أو إدراكه بالحواس الخمس لا ليس هو كذلك ولا يدرك بالبصر أي لا يراه ولا يحيط به شيء وليس له صورة ليس له صورة مثلنا نحن البشر ولا تخطيط ولا تحديد وهذه كلها من صفات الممكنات صفات المخلوقين وهو الخالق فالله متصف بالصفات الخالق بالصفات واجب الوجود وهذه الحقائق والأمور لا تدركها عقولنا فلذلك مر علينا في الأحاديث الماضية إذا وصل الكلام إلى الله فامسكه ولا يجوز التفكر في ذات الله حديثين شريفين مر علينا صادقا الحديث الرابع والستون في نفي وحدة الوجود والموجود ونفي الحلول عن الذات الإلهية عن زرارة بن أعيون ماذا يقول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الحديث يعطينا صورة حول أن الله شيء وغيره شيء آخر ليس كمثله شيء أشار مرة أخرى الإمام في هذا الحديث أن ليس كمثله شيء أنه إذا أردت أن تصف الله أن تتحدث حول الله سبحانه وتعالى ضع أمامك هذه القاعدة الذهبية أنه ليس كمثله شيء كما وصف نفسه في كتابه أمير المؤمنين يوضح لنا معنى إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه في قوله في نهج البلاغة بان من الأشياء وبانت الأشياء منه أي هو شيء والأشياء شيء آخر أي لا يوجد تداخل بينهم وبين الأشياء بل هناك افتراق واختلاف وتباين بين الله وبين خلقه لأن كل ما سوى الله هو مخلوق وخلقه الله سبحانه وتعالى فهناك تمايز لا يوجد تداخل لا يوجد اشتراك فإن الله خلو من خلقه أي لا يمكن أن تقول أن الله حل في عيسى عليه السلام نعوذ بالله لا يمكن الإله واجب الوجود لا يتسع له ولا يمكن أن يحل في ممكن الوجود في جسم لا يمكن ذلك لا يمكن هو خالق الجسم هو خالق ماذا هذا المخلوق فلا يمكن أن تقول عنه أن الله حل في أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول الغلاد لعنة الله عليه أو كما يقول النصارى لعنة الله عليه من الذين يقولون أن الله حل في عيسى هذا نفي للحلول نفي لوحدة الوجود العرفاء والصوفية القائلين بالوحدة الوجود لعنة الله عليهم ماذا يقولون أن ليس في الدار ديار غيره ويقولون أن الله هو بحر ونحن أمواجه أي كل ما سوى الله هو عبارة عن أمواجه أي صورة من صوره أي لا يوجد شيء في الوجود إلا الله فلذا قال قائلهم ليس في جبتي سوى الله ولذا قال قائلهم أنا الله نعود بالله هذه الأقائد الفاسدة التي حكم الفقهاء عليها بالكفر وعلى قائلها بالنجاسة ماذا ينبغي على العاقل الإبتعاد عن التفكير فيها فضلا عن الاعتقاد بها وروي أنه شيء الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء هذا المعنى هذه الرواية تتوافق معه ليس كمثله شيء فالله خلون من خلقه وخلقه خلون منه فلا يمكن أن تقول بالاتحاد ولا الحلول بين الخالق والمخلوق ويقول وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله فهو مخلوق كل شيء ما خل الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حديث واضح ولكن تعيها أذن واعية وطبعا تكرر هذا الحديث عن الإمام الصادق بحديثين آخرين عن الإمام الباقر أي في نفس هذا الباب في كتاب التوحيد ثلاثة أحاديث بنفس هذا اللقم أن الله خلون من خلقه وخلقه خلون منه وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله فهو مخلوق ثلاثة أحاديث ورد التأكيد على هذا المعنى الحديث الخامس والستون في هل يصح أن نقول عن الله متى كان عن أبي حمزة قال سأل نافع بن الأزرق أبا جعفر عليه السلام فقال اخبرني عن الله متى كان فقاله عليه السلام متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان فلا يصح أن تقول عنه متى متى تستخدم في السؤال عن المكان والله كان ولا مكان سؤال عن الزمان الله كان ولا زمان الله هو الذي خلق الزمان فلا يصح أن تقول متى كان فالإمام سلام الله عليه ماذا يجيب يقول متى لم يكن حتى أخبرك متى كان أولا أنت السائل أخبرني متى لم يكن الله حتى تسأل متى كان جيد متى لم يمكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال كان ولا زمان كان ولا مكان الله هو الذي خلق الزمان والمكان كما رؤية أيضا إنما يقال لشيء لم يكن متى كان شيء أصله معدوم كالإنسان أنا وأنت نسأل متى كنا متى وجدنا لنا تاريخ وجود في عالم الدنيا فيصح أن يقال عنا متى كان أما الله ليس معدوم ثم وجد كان الله ولا شيء وسيبقى إلى الأبد هو أزلي سرمدي أبدي أزلي منذ الأزل وسرمدي دائم وأبدي أي إلى الأبد وهذه معاني العقل لا يستطيع إدراكها إلا بشيء بسيط وطبعا هذه المعاني لتقريب الصورة والذهن كما قلنا لا يحيط المحدود باللا محدود لا يحيط المخلوق بالخالق فلذا قيل إذا وصل الكلام إلى الله إلى التكلم في ذات الله فامسكوا فعلينا أن نمتثل يقول الإمام سلام الله عليه طبعا هذه الرواية في الكافي الشريف أيضا إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف ولم يكن له كان وأيضا في حديث آخر في الكافي كان بلا كينونة كان بلا كيف كان لم يزل بلا كم ولا وبلا كيف كان ليس له قبل هو قبل القبل بلا قبل يعني لا تستطيع أن تقول قبل الله ماذا يوجد هو الذي خلق القبل فكيف تصفه بالقبل أو البعد كيف تصفه بالكينونة وهو الذي خلق الكينونة كان ولا شيء فلا يصح أن تصف أن الله متى كان أو كيف كان أو أين كان هذه المعاني مخلوقة والله خالق وهو الذي خلقها فلا يصح إطلاقها على الذات الإلهية أما الحديث السادس والستون في نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أي الإمام الهادي عليه السلام أسأله عن الرؤية ومخ تلف فيه الناس فكتب عليه السلام لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرأي والمدينة المرئي هواء ينفذه البصر أخواني هذا الحديث يوضح نفسه بنفسه فعلينا أن ننتبه على دقائق معانيه وكلمة كلمة نعيد لا تجوز الرؤية رؤية شنو؟ رؤية الله سبحانه وتعالى ما لم يكن بين الرأي والمرئي هواء ينفذه البصر لا يمكن أن يرى المخلوق مخلوقا آخر شيئا آخر إلا أن يوجد بين هذين الشيئين هواء ينفذه البصر البصر عن طريق الهواء يرى فإذا انقطع الهواء عن الرأي والمرئي لم تصح الرؤية شيئين لا يوجد بينهما هواء لا يصح أن تقول أنه يرى أو لا يرى لأنه غير ممكن الرؤية لا يوجد هواء الذي هو عن طريقه يرى ويرى وكان في ذلك الاشتباه لأن الرأي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات هناك سبب وهناك مسبب مسبب الرؤية هو الهواء الهواء لا يوجد سبب يعني المسبب لا يوجد الذي هو هواء لا يوجد النظر لا توجد الرؤية لا يمكنك أن ترى لأنه لا يوجد هواء فبيننا وبين الله لا يوجد هواء لا يصح أن أرى الله لا يصح أن أرى الله لأنه السبب الموجب للرؤية غير موجود معدوم لا يمكن فلا يمكن أن تقول أريد أن أرى الله أو أرى أو ما شابه ذلك وهذا هو ما جاء في الآية الكريمة ينفي الرؤية يقول تعالى وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي لَنْ تَأْبِيدِ مُسْتَحِيلْ تَرَنِي لا يمكن رؤيتي الرؤية معدومة بين الخالق والمخلوق قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ أَنْظُرْ إِلَى هَذَا الْمَخْلُوقُ مِلْمَخْلُقَاتِي فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي إِذَا استَقَرَّ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ مُجَرَّد نور قليل من عظمة الله هذا النور مخلوق ليس جزء من الله سبحانه وتعالى ولكن نسب تشريفا إلى الله كالكعبة تجلى ربه للجبل جعله دكا أي لم يستقر الجبل مكانه وخر موسى صعقا أي فقد وعيد أغمي عليه فلما أفاق قال سبحانك أتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال له تعالى فإن استقر الجبل مكانه فسوف ترانه ولكن لم يستقر الجبل صار جعله دكا فلا يرى الله سبحانه وتعالى وكذلك اليهود سألوا الله سألوا موسى أن يرون الله فلم يستطيعوا وكذلك حديث شريف آخر أنه قال الإمام الصادق لا تدركه الأبصار أي إحاطة الوهم وليست نظر العيون فلذلك قال ألا ترى إلى قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم أي ليس يعني بصر العيون يقول الإمام فمن أبصر فلنفسه ليس يعني من البصر بعينه ومن عميه فعليها ليس يعني عمى العيون إنما عنا إحاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين ماذا يقصد في هذا الحديث الشريف يقصد أنه إحاطة الوهم في الله سبحانه وتعالى معدومة كما مر في الأحاديث السابقة أول محاضرة في التوحيد أنه لا تدركه الأوهام الوهم لا يدرك الله سبحانه وتعالى لا يدرك ذات الله حقيقة الله فلذلك نفى ماذا الإمام إحاطة الوهم عن الله سبحانه وتعالى قال هذه الآيات ناظرة لإحاطة الوهم كما تقال فلان بصير بالفقه يعني يرى الفقه لا عالم بالفقه عالم عندما تقول قد جاءكم بصائر من ربكم يعني شنو بصار بصار لا 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 هدى علم هكذا تفسر بمعاني أخرى ليس بمعنى المعنى الحقيقي للبصر لا معاني مجازية من عندما يقول تعالى فمن أبصر فلنفسه شنو أبصر يعني باوع على نفسه لا يعني من أبصر فتح بصيرته فتح قلبه للهدى والإيمان واهتدى هذا لنفسه مو لله الله لا ينتفع بإيمانه وبحسن بصيرته فلذا يقال عند العرب فلان بصير بالشعر بالفقه أي عالم فكذلك الله سبحانه وتعالى فلذا يؤكد الإمام الصادق سلام الله عليه الله أعظم من أن يرى بالعين وهذا ماذا ذم للعامة الذين قالوا أن الله يرى يوم القيامة وأن علامة المؤمنين يوم القيامة مع الله هو أنهم يراهم ويكشف لهم عن ساقة نعود بالله وهذا كله منهي عند أهل بيت العصمة والطهارة الذين حديثهم حديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن من ابتعدوا عن هذا البيت وخالفوا الثقلين قالوا بأهوائهم ما قالوا والحمد لله رب العالمين